من غزة ينضم إلينا محمد أبو جياب رئيس تحريص صحيفة الاقتصادية يعني عندما نتحدث عن النسب الفقر في قطاع غزة عاما بعد عام النسب مخيفة يعني في 2017-42% ثم 52% نتحدث عن هذا العام 75% ازدادت نسبة الفقر في ظل هذه الزيادة ما هي الحلول القريبة والناجعة التي يمكن أن تفيد المواطن في غزة بسبب الفقر المطقع وازدياده يعني هذه الوقائع والأرقام والحقائق على المستوى الاقتصادي هي توصف الحالة من بعيد على المستوى الرياضي والحسابي لكن الذي ورد في التقرير هو الذي يوصف الواقع المعيشي الحقيقي وكيف يدير المواطن الفلسطيني والأسرة الفلسطينية ويعيد ترتيب الأولويات على مستوى الإنفاق حتى وصل أنه يعيد ترتيب أولويات الإنفاق فيما يتعلق بالتنقل باتجاه مصدر الرزق والعمل نحن أمام حالة وصلت إلى وضع من المأساوية لا يمكن للمواطن الفلسطيني إلا أن يفعل مزيد من هذه المواءمة وهذا الذكاء الاجتماعي للحفاظ على بقاء الكرامة الفلسطينية للأسرة الفلسطينية في قطاع غزة عندما يسير هذا العامل وهذا الطالب على الطريق ليوفر بعض من الشواكل لأبنائه فهو قبل أن يخرج تحول إلى متخصص اقتصادي في إدارة الجدوى وفي تقييم أولويات الإنفاق المنزلي والاقتصادي نحن أمام حالة عامة شهدت الساحة الفلسطينية في غزة جدلا شديدا قبل أيام عديدة عندما ظهر شرطي فلسطيني بلباسه رسمي وهو يصور لنفسه هذه المعاناة وقد أثر جدلا واسعا على مستوى رأيي العام وهو الشرطي حسين قطوش نحن أمام ذكاء اجتماعي يتعاطى مع الوقائع الاقتصادية وهذا الضغط الشديد ما يزيد عن 80% من الأسرة الفلسطينية في غزة تحتاش على المساعدات الدولية كما ذكرت ما يزيد عن 75% من الأسرة الفلسطينية الفقيرة ما يزيد عن 53% في تعداد البطالة ما يزيد عن 300 ألف عاطل عن العمل في غزة هذا الواقع سينتج مثل هذه الظواهر ويزيد المواطن الفلسطيني اليوم بكل وضوح لا يحتاج إلى توصيات من أحد ولا يحتاج إلى نصائح المستوى الاقتصادي هو بدأ بالتأقلم وإعادة الجدولة وإعادة الجدوى وإعادة التقييم وترتيب الأولويات بما يضمن البقاء بالحد الأدنى في مستوى من الحياة الكريم الآمن الذي يمكن أن يحافظ على بيته وأطفاله والحد الأدنى من الحياة الإنسانية الكريمة لكن هذا التأقلم والذكاء الاجتماعي في الادخار وفي الإنفاق لا يكفي أستاذ محمد في مسألة مجابهة الحياة الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة ونحن نتحدث هنا بحكم أنك رئيس تحريص صحيفة اقتصادية متخصص ما الذي يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي لسكان أهالي قطاع غزة في ظل ما يعانونه فعليا من تدور في الأوضاع الاقتصادية؟ نعم يعني دعني أؤكد أن الحديث بداية كان عن خطوات المواطن الفلسطيني في مواجهة الأزمة لكنه لن يقوى على الاستمرار في هذا النهج ولن يستطيع المضي قدما في معالجة الأزمة لوحده كمواطن فلسطيني لا يمتلك من مقومات المعالجة لهذه الأزمة أي منها نحن أمام دور على المستوى الفلسطيني الداخلي الحكومي المؤسساتي السياسي هو دور غائب يترك المواطن في هذه المواجهة في ظل التشبث بحالة التعليق على شمعات الحصار والانقسام وغير ذلك نحن أمام مسؤوليات دولية إقليمية ذات بعد إنساني وسياسي منطلقة من المسؤوليات السياسية والإقصادية تجاه الشعب الفلسطيني بعد توقيع اتفاقيات أسلو المجتمع الدولي المنظمات الدولية البنك الدولي السنديق الدولية مطلوب منها أن تجد الحلول الجذرية والنهائية لهذه الحالات على المستوى الاقتصادي وأن تعيد الحياة الحقيقية للإقصاد الفلسطيني من خلال الضغط على الجانب الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار عن قطاع غزة وأن تضغط باتجاه توجيه كامل القوة المالية والتدخلات الإنسانية باتجاه قطاع غزة بما يحقق انفراجة ومساعدة لهذا المواطن على ما يقدم لنفسه بداية وما يتوجب على هذه القطاعات على المستوى الدولي والإقليمي والداخلي كما قلنا شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد أبو جياب رئيس ساحلي صحيفة الاقتصادية كنت معنا من غزة شكرا جزيلا لك